السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات اللي اتطورت في ريفت عشرين لخمسة وعشرين. انها اروح لقونة مانج امي اي بي سيتنج. وانزلها لعندي بيلدنج اوبريتنج اسكادول. هو هنا بديني المبنى ده مفروض هيشتغل كم ساعة في اليوم وكم يوم في الاسبوع وهكذا. وتقدر نتحكم فيه. يعني هنا هو اربعة وعشر اوار. طب لو احنا نرى مثلا اون من الساعة عشرة للساعة اتناشر. وهكذا فهو بيبدأ يجيب لك الاسكادول ويحدد لك الوقت اللي هيتبقى اشغال فيه. طيب انت ممكن تحدد اي يوم في يوم وتيجي يتعدل هنا. البرسنت النسبة بتاعتها. يعني ممكن تخليها مثلا عشرة. 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 طبعا كل الكلام دوت بيستهدم بعد كده لما تريد تعمل تحليل للطاقة. فمسلا ممكن تكون في غرفة انت ساكن فيها انت واصدقائك. او يعني مفروض انها تبقى للناس. وانت عارف ان هما بيروحوا الشغل مسلا طبيعي من عشرة الصبح. اللي مسلا ستة. فالوقت ده كله اكيد الاجهزة بيش تبقى شغالة. فتقدر ان انت رافلي. ما فيش حاجة تبقى صح ما في المية. لكن يتخمن الحاجات ده تبقى شغالة زي. يعني البنك مثلا بشغال اه من الساعة كذا. وبالليل هكون الحرقة هادية تقريبا الموظف او اثنين هما اللي بيكونوا صهراني. تمام؟ اي حاجة تقدر تحددها تجيلك مشغال بالنسبة دي فتقدر ان انت تعدل فيها زي ما انت عايز. وهنا بيقول دي سكاد والنيم تقدر ان انت تغيره زي ما انت عايز الاسمي بتاعته وبقيام بتاعته وتقدر ان انت تعدل فيها. تقدر تعمل دليت او تقدر تعمل نيو ديت او تعمل دابليكيت زي ما انت عايز. تقدر تعمل دابليكيت نيو دليت.